تزديد عن اركة لتري بوينت بتتسجل اوف دابنش هاللاعب دخل من مقاعد الاحتياج ترومل عم يسجل نقطه السبعة من الاصل لتسع نقاط للفريق التليفين الفريق ينزل لاربع عشر اربع عشر نقطة بتقدم لمساحة الحكمة على سمارت جيلس تشادني جريي تشادني جريي بوصلها لعن بيشون سيمس لفل عالي جدا هاللاعب بيشون سيمس لفل عالي جدا ستورر من التراز العالي بيشون سيمس فريق الفلبيني بعده ملقت ريكم المباراة والحكمة اساسا ما خليه يفوت بالجو نهائيا يعني من اول مجرم يفوت بالجو الفريق الفلبيني الحكمة مسيطر على الجيم وحتى يعني اوفنسيبلي ديفنسيبلي اذا عم نحكي على هجوم الحكمة برسنتج كتير عالي بالتسجيل وكمان بالمقابل الحكمة اللي عم يكونوا ممتازين على الديفنس والدليل تسع نقاط بس فقط للفريق الفلبيني اللي هلأ شارل تيبت جرب يعمل تيف للكرة ولكن البوساشن بالنهاية رح تكون لمصلحة الفريق الفلبيني بتبقى لمصلحة الفريق الفلبيني بقى 6 ثوانة لنهاية ال40 الاول 6 ثوانة لنهاية ال40 الاول 6 ثوانة لنهاية ال24 واضتي واضي ايه و 24 ثانية لنهاية ال40 الاول تديبت جديده عن ارك يعني عن ارك يعني من قدام التعولة عندي يعني طالع بغير اتجاه افكرة لمصلحة المصلحة حالية رسم محمد ابراهيم حمد ابراهيم دي شون سمس على الفوست شاد نيجري بيدي لشمال بيساشل شاد نيجري 28 الحكمة 9 سمار جيلس يعني مباراة الحكمة اللي عم بيعملها بالكورتر الاول مباراة بالدل قديش شفاية الفريق مركز يعني تخيل انت عم تقول لفريق عم تلعب ب8 لعبين ولكن ما اللي اداء عم بيعمل الحكمة ب8 لعبين فقط وحاليا 28 الفريق الفلبيني 12 28 الحكمة 12 الفريق الفلبيني شاد نيجري ما بيسجل ماركوس بالتقط الريباون 35 تاني لنهاية الكورتر الاول السلامات من دبي لبيروت لكل الاهل اكيد من الجمهورة اللبنانية ماسكة ما بتتسجل الريباون لامين بدي يكون لاماركوس ماركوس تبقى الكورتر الاول بقى من 11 ثاني 28-12 جديدة من دي شانسنس ما بيسجل الريباون لامين رح يكون الريباون لاماركوس مصرحة الفريق الفلبيني والكورتر الاول عم ينتهي 28-12 رح نروح بسرعة لوقفة مع الاعلام نرجع من بعدها نص دقيقة مع الاعلام من بعدها نرجع لمواكبت ومتابعة الكورتر التاني من المباراة خليكم معنا نرجع نحن وياكن لمتابعة مباراة الفريق اللبناني الحكمي بمواجهة سمار جيلس الفلبيني كابتن خالد الهنائي يعني بداية نارية نارية لفريق الحكمي وبداية فاجأت حتى الجمهوري اللي كان منتظر تاف جيم بينه وبين سمار جيلس شوف اللي عام له كابتن فؤاد ابو شارة انه هو فرض اسلوب الفريق بالسيستم اللي يلعب به يعني هو لعب نظام سيستم مرتب عارف من اللي رح يشوت من اللي رح يلعب تحت الباسكت يعني اللعيب داخلين مركزين عارفين رشو يرعملون بعكس الفريق الفلبيني اللي دخل يعني اللي يشوف الفريق الفلبيني يشوف انه مدرب الفريق ما قرى فريق الحكمة ما شافه كيف بطريقة العبية لانه مش قادر يفرض اسلوبه اودا ولا قادر مشي العيب تانهم يلعبون شوف احنا مجرية اللعب رح يكون فيها تغيرات تغيرات بالنسبة خاصة للحكمة اللي استبدال لاعبين لانه لاعبين رح يتعبون يعني لانه في مجهود كبير رح يعملونه فمفروض ان شاء الله الفريق الحكمة رح رح يمشي لعبة ومفروض انه يفرض اسلوبه مثل ما هو على جميع مشرايات المباراة فاذا انت لأيت الكورتر التاني شكرا للك كابتن خالد الهنائي على التحليل الفني للكورتر الاول واكيد الكورتر التاني ما بين الفريق الفلبيني والفريق اللبناني لهلا الحكمة حتى عيونه بس ما فينا نقول حتى ولا قدم بالدور المسنهي لانه المباراة بعدها بالكورتر التاني والفريق صحيح انه كبيل الحكمة ولكن الفريق سمار جيلف سريعين جدا وبيعملوا كامباك بلمح البصار شوف صبحي يعني عندك اللاعب ماركوس رقم سبعة من الفريق الفلبيني هو اللاعب الوحيد الطويل في فريق الفلبينيين لكن يشوف اللاعب هذا ما يقدر كامل الاربعي قية لكبر سنه والاداء القوي اللي قاعد يعمله في الاوفيس الديفلس راح يتعبه على كل الاحوال هون كنا شنير تكب تورنوفر ماركوس كلفته ثري بوينت من اللاعب تشادني غري بايده الشمال كان عم بيسجل تشادني غري كرة للاعب ماركوس على البوست ماركوس ديشان سمس هالمرة بقدر انه يسجل بلعب قوة جسمه ماركوس وبالخبرة اللي عنده يحيها عندو خبرة منا سهلة ابدا ماركوس تشادني غري تشادني بيبقى للمسلحة الحكمة الي ريستم يخطر على البيسلين ممتاز الي يرسل بيخترا على البيسلين وبيقدر انه يسجل و3316 3316 التقدم لمصلحة الحكمة يلي عمي لعب باسم شركة طيران الامارات بمواجهة يلي هي الشركة الرعية للفريق الفلبيني طبعا الحكم يازختاني أليكسي هون كان عم يعطي خطأ وبكل تأكيد المباراة هاي الربحان منا رح يلعب مع الرياضي أرماكس الأردني يلي هو الحصان الأسود بها البطولي صراحة قبل انطلاء البطولي وخصوصا واتعرفت انه الرياضي أرماكس وخبرني المدرب معطسم سلامي انه عندهم باجت كثير قليلة عم بيلعبوا بجوده بالموجود مثل ما بنقول باللبناني وخصوصا انه مثلا الفة بنجورة لاعب موجود بدباي الفة بنجورة مع ملعب ولا مع اي فريق ولهلا هو هدف البطولي عم تخيلوا يعني الفة بنجورة قاعد ما عنده شغل قاعد بدباي عنده اعمال خاصة لعله بدباي بس باستي بول ما انه محترف مع حدا بدباي عمل 35 نقطة بكل ماتش وهو هدف البطولي الى هلا وبكل تأكيد اللعبين الأردنيين كمان ساني ساكاكيني واللعب علي جمال بكرة رح تشوفوهم بمواجهة الفريق اللي بيربح اليوم يعني اذا ربح الحكم اليوم وراح المصف نهيه بدو يواجه الرياضي أرماكس الأردني بينما مواطن ورياضي اللبناني رح يلعب بمواجهة الأهل الإماراتي بمواجهة نارية نارية يعني مباراة كبير كبيرة نحن تكون تيشان سمس هاللاعب المترين وتلاتة موليد 1988 هاللاعب يلي لاعب جامعة ميشيغن من أهم الجامعات بأمريكا وخرجت أهم اللاعبين للأم بي اي اللاعب سبق لألوة كان رابع أفضل هدف بالكورية بالألفين وواحداش ألفين واثناش و 48 مباراة لعب كان عنده معدل 23 نقطة بكوريا تورنوفر على فريق سمارت جيلس فاست بريك حمد إبراهيم أوه ديشان سمسون جرب بيستعرض ولكن ما بتدخل الكرة ريباند لمصحة الفريق الفلبيني فاست بريك 17 نقطة مسجل الفريق الفلبيني بها المباراة لهلأ وهم ما بينجح ان يسجل ماركوس كمان ما بينجح يلطقت الريبوند الحكم نسيطرين على كل الامور بالملعب ديشان سيمس تحت الباسكت بيحصل على الخطأ كنت عم قلكن هاللاعب يلي كمان من افضل اللاعبين بالنسي دابل اي كان يعني كان عنده افريج بالنسي دابل اي مع مشيجن ينفيرسي في عم نحكي بال2007-2008 لاعب 32 مباراة مع مشيجن كان عنده افريج 12 نقطة بالمباراة و5 ريبوند وبينما بال2008-2009 كمان لعب 35 مباراة مع مشيجن كان عنده افريج 15 نقطة وباخر سيزن لقلو بالنسي دابل اي بال2009-20010 كان عنده افريج 16 نقطة خلينا نروح لنسمع الـ timeout ومن بعدها منتابع المباراة سوا بالوقت اللي عم نشوف باشو مش القائد جمهور الحكمة وجمهور الحكمة اللي موجود بالملعب ومطالب الجمهور اللبناني باعداد اكبر بكتير بكرة الجمعة ما عن تكون عزر day off بدبي حكمي برياضة احضر ومن الساعة 5 هل ستكون لديم ؟ لديم اشترك بشيء هل ستكون لديم اشترك بشيء اشترك بشيء نعم نعم انتهى التايم اوت كابتن خالد يعني المدرب انا باعتقد فينسنت بيريز ريز يعني صراحة حتى لو انه عشرة ايام تمرين قبل او عشرة تمرينات فقط قبل هالبطولة بس ما اناعنا يعني ما اتناعت باسلوبه ما فهمتشو بيلعب اساسا الفريق فلبين غير السرعة وغير الخف شوف انا اعتقد ان المدرب هذا معتمد على كم لاعب بس انه اللاعب رقم ستة عندك روميل شوتر عنده كم لاعب عنده ماركوس لعب تحت السلة بس كم لاعب معتمد عليهم حتى السيستم المدربين مش عارفين شو طريقة السيستم لعب فيها كل من ايده الو عارف كيف صحيح يعني ما شعيف سيستم ابدا غريب يعني الفلبين عادة اللاعب الشعبية الاولى هي الباسكيت والفلبين هي اخدت من بيروت هلا بطولة المنتخبات الاسيوية بعد ما ارر الاتحاد الاسيوي لكرة السلة انه تكون البطولة بالعاصم الفلبيني منالا ب11 اب 2013 بعد ما كانت ببيروت بسبب الاوضاع الامنية وعلى كل احوال كمير عم نسمع هون يعني انه ممكن تكون لهاي بطولة اسيا للاندي اللي جمعت بالمباراة النهائية كانت من المفترض تجمع مهرام الايراني والرياضي اللبناني وبسبب طبعا الحوادث الامنية اللي صارت بلبنان من صارت الجيم فمن الممكن تكون بارض محايدة عم ينحكى اما بالدوحة او بدباي بس معلوماتي من الاتحاد الاماراتي انه الامور مش واردة ينجمعوا الفريق اللبناني والايراني على ارض دباي وكمان يعني بكرة برجع بذكر جمهور اللبناني اليوم الحكمة اذا بقي رفحان وراح عن نصف نهائية اتفضلوا على الملعب على صالة مكتوم بن محمد اهل مكتوم الاحد او عفوا مكرة الجمعة الاحد ببيروت العطلة الجمعة بالخليج العطلة فيكم تجو بكمل سهولة بعداد كتير كبير دي شان سمس عم يتابع تقلقه هاللاعب هاللاعب يلي ما قطع بالامبي اي اللعب بباك باليونان بالدرجة الاولى وفقط ثلاث مباريات على فكرة يعني غريب انه هايك نوع لاعبين ومن جامعة كبيرة بالباسكت متل ميشيغن ما يكون موجود بالامبي اي لانه عنده لفل كتير عالي خمستعشر نقطة لقلو له الهلاء الحكمة عم يلعب ب دي شان سمس و شادلي جري ماركوس ما بينجح انه يسجل بسهول الحكمة يسيطر على الجيم بسهولة كتير كبيرة يعني الفريق اللبناني طاير متل طيران الامارات وكاسر كامل الفريق الفلبيني ما مخلى فيهم سيكوريتي ما مخلى فيهم واحد يشوف شوف حتى الفجر الفريق الفلبيني يلعب من جبهة واحدة هي جبهة ماركوس ان يلعب inside بس يعني ماركوس ما يقدر يعمل كل حاجة خالد انت كنت عم تقول شغلة مهمة يعني ما في system انا ما شبت system بعد من المدرب ابدا يعني جبهة واحدة تلعب بس من جهرة ماركوس ماركوس ما يقدر يعمل كل حاجة اوكي يعني عندك شوتن لكن مش مركز فيه يعني الكورة كلها تلعب اوتسايد باس 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 ضاع الوقت خلاص خلص بسرعة حاولي يخلص عشانس الوقت 19 نقطة الفيرق الى مصلحة بتاع الحكمة على كل الاحوال دخلنا اخر 5 دايق من الكورتر التاني محمد ابراهيم هون جرب يحصل على فرصة الاندوان ومحمد ابراهيم بيحصل على الخطأ فقط خطأ لمحمد ابراهيم و39 20 سورة رح تكون من لتريترولاين مع محمد ابراهيم بعد ما عنده ولا اي نقطة محمد هلا بس محمد ابراهيم ادي اداء دفاعي قوي يعني مشكل اللاعب لازم يسجل ممكن انت تكون في الدفاع مميز صح الناس تشوف هي دايما اللي يسجل اسكورات ويجيب باسكت لكن اداء الدفاعي مهم جدا يعني انا اعمل الدفاع الصحب يسجل محمد قارد طويل يعني من القارد زي اللي طوال ومن الناس اللي في يلعب على الوان وهو طوله فوق المتر وتسعين وهي دي الليل ما نشوفه نحنا بالعالم العربي على اساس نحنا هلأ يعني باخر كمسين سنبنا نشوف اللاعب متر وتسعين نقل له لعاب جارد لعاب من سماعيل احمن عندك سماعيل احمن اي بس نحنا سماعيل استثناء وبعد ذلك هلأ منقول استثناء يعني بكل العالم العربي بقى نشوفه متر وخمسة وتسعين اللاعبه سنتر بسرعة الريبوند لكن الكرة بتتسجل الباسكت بتتسجل فارق مرة جديدة 19 نقطة 41-22 فول كورت بريس عم يعملوا ضغط بكل الملعب سمارت جيلس الفلبيني ديشون سمس على البوست تشادني جريفي أوفنسف فاول أوفنسف فاول على ديشون سمس أوفنسف فاول الخطأ التاني على اللاعب رقم 15 صاحب الخمسة عشر نقطة وتبديل بصفوف الحكمة ديشون سمس عم يطلع من الملعب